مع تزايد المخاوف من تنفيذ السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام بحق أشخاص منخرطين في حركة الاحتجاج التي تشتاح البلاد منذ منتصف أيلول سبتمبر الماضي إثرى مقتل الشابة الكردية جينا أميني قالت منظمة هيومنرايتس إيران أن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من 500 شخص خلال عام 2022 المنظمة الحقوقية غير الحكومية أوضحت لوكالة فرانس بريس إنما لا يقل عن 500 وأربعة أشخاص أعدموا في إيران منذ مطلع العام الجاري في عدد يفوق عدد الإعدامات لعام 2021 مشيرة إلى أنها تسعى إلى تأكيد حالة إعدام أخرى المنظمة نوهت إلى أن الإحصائية تضمنت أربعة أشخاص أعلنت وسائل إعلام رسمية إعدامهم يوم الأحد اتهمتهم السلطات الإيرانية بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد المنظمة التي مقرها النرويج كشفت أن هؤلاء الأشخاص أعدموا بعد سبعة أشهر من توقيفهم لافتة إلى أن الإعدامات تمت دون محاكمة عادلة وخلف أبواب مغلقة مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد النساء اللواتي أعدمنا هذا العام هو الأعلى منذ خمس سنوات مدير المنظمة محمود أمير مقدم قال في بيان أن عقوبة الإعدام تفتقر إلى الشرعية القانونية مبينا أن هذه الإعدامات هدفها بث الخوف في المجتمع وصرف الانتباه عن الاحتجاجات التي تشتح البلاد يشار إلى أن إيران تعتبر من بين الدول التي تعدم أكبر عدد من السجناء في العالم بعد الصين وذلك وفق منظمة العفو الدولية